موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية والمواقع الإلكترونية نبدأ مع صحيفة الأيام ونقرأ بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل في مقر إقامته في أبو ظبي أخاه صاحب السمو شيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتبادل صاحب الجلالة الملك المعظم مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسقة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما كما أعرب جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال اللقاء عن صادق تعزيه ومواساته إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعموم ألنهيان الكرام بوفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد ألنهيان رحمه الله داعي أن المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية أكد على ماتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تستند إليه من مرتكزات صلبة عززتها الشراكة الاستراتيجية المتميزة والتوافق الرؤى والتنسيق المشترك في مختلف المجالات جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة الذي عقد عن بعد برئاسة مشتركة من معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعد إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني أجرت صحيفة الأيام حوارا خاصا مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة حول ما يتعلق بالقرارات النوعية التي قامت بها الوزارة في قطاع التعليم فإلى أبرز ما جاء فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقرأ بأن مدينة شباب 2030 تفتح أبوابها اليوم حيث تقام النسخة الثانية عشر للمبادرة الشبابية الرائدة لأول مرة في مركز البحرين العالمي للمعارض في الزلاقة بالتعاون مع الشركة الاستراتيجية صندوق العمل تمكين وأكدت سعادة السيدة روان بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب على أهمية تدريب الشباب البحرينية وتهيئتهم لسوق العمل وتوفر مدينة شباب 2030 هذا العام 2740 فرصة تدريبية في مختلف المجالات حيث ستطرح أكثر من مئة برنامج تدريبي تم تصميمها باحترافية لتلبي احتياجات المشاركين من الشباب والناشئة ومن صفحة المال والاقتصاد في صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة ترفع ابتداء من اليوم الأول من أغسطس حضر صيد الربيان وتسمح ببيعه في الأسواق وذلك بما يتوافق مع قرار الحضر لصيد الربيان أو بيعه أو تداوله خلال الفترة من الأول من فبراير إلى 31 يوليو من كل عام ويأتي قرار الحضر حرصاً من الوزارة للمحافظة على الثروة البحرية بما يسهم في تنمية القطاع وسعياً لحماية المخزون السمكية في مملكة البحرين نشرت صحيفة الوطن حواراً مع مدير التفتيش في وزارة صناعة والتجارة مونة العلوي كأشفت فيه عن إغلاق أربعة وأربعين منشأة لممارسة أنشطة غير مرخصة والتستر التجاري منذ مطلع العام الجاري فإلى أبرز ما جاء فيه ترجمة نانسي قنقر مراسم عشراء هذا العام عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب الدكتور منصور محمد سرحان فإلى سطور المقال تعد مملكة البحرين في عهد صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أنموذجاً حياً ومثالاً رائعاً يقتدى به في التسامح بمفهومه العام فقد وجه جلالته حفظه الله ورعاه وزارة الدولة ومؤسساتها للعمل على إحاطة شعائر عاشرة بالعناية التامة والاهتمام توجيهات جلالته كان لها الدور الفاعل والمؤثر في تهيئة عوامل نجاح ممارسة مراسم إحياء ذكرى عاشرة لهذا العام إننا أبناء مملكة البحرين نشعر بالفخر والاعتزاز ونثمن عالياً توجيهات جلالته والجهود المباركة التي بذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دور فاعل في قيام الجهات الحكومية المعنية بواجبها في تقديم الخدمات التي أدت إلى النجاح الكبير في مراسم إحياء ذكرى عاشرة استعرضت صحيفة البلاد في صفحتها الإلكترونية فيديو لشباب بحرينيين لديهم الشغف في تربية الحيوانات المميزة والمستوردة من مختلف دول العالم قاموا بإنشاء مزرعة بحرينية للحيوانات النادرة نشاهد هذه يسمونها البومة النسرية هذه طبعاً ممالة هنا يمونت من بحرين هذه النوعية من الكلاب من كثر ماهين اجتماعية حين صار أدنى حصص من مراكز التوحد للأطفال يجيبون الأطفال عندي مال التوحد فقط لقضاء الوقت مع هذه الفصيلة من الكلاب بالذات نقدر نقول اليوم أن الكلاب صارت وسيلة علاجية أيضاً إلى أطفال التوحد طير قوي دي وهذا ملائم من أجواء نصف إيه هاي أجواء لأنني أفريقي هاي من أجواء حارة هاي الموعز الأمريكي الغزم هاي من النوادر طبعاً مو كل من ربيهم في البحرين هاي الغزال الأرقط يعني هو مرغوب يعني حق البيع حق التربية الناس أزاد شي يحبون لأن الريم شوي يخاف ومو حق محل صغير هاي الطير مكاوسنا بلوان جولد اللون يتميز يعني شكله وحجمه لا لا هاي اللون عادي كلش الألوان النادرة تكون أسعارهم يعني عالية وايض إلى أخبار الصحف الخليجية والعربية والعالمية ونبدأ مع صحيفة الأهرام المصرية ونقرأ أنه عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس قمة مصرية فلسطينية حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباسة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد أمس بمدينة العالمين الجديدة يهدف للوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ننتقل لصحيفة العرب اللندنية ونقرأ أن الأمينة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد لبديوي أكد خلال لقائه بالدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية العراق بمقر وزارة الخارجية في العاصمة العراقية بغداد أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما كبيرا بتعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق من خلال السعي لبناء شاركة استراتيجية وثيقة في كافة المجالات وأضاف أنه تم استعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة من العام 2019 حتى العام 2024 ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق مؤكدا أن هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق الشقيقة مأفادها أن استقرار العراق هو أولوية لدى دول المجلس قالت صحيفة النهار العربي اللبنانية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر صرح بأن مسؤولين حكوميين أمريكيين سيحضرون قمة سلام بشأن أوكرانيا في السعودية مضيفا أنه لا يمكنه تقديم التفاصيل وأشرت الصحيفة إلى أن المحادثات المرتقبة في جدة تأتي عقب اجتماع لكبار المسؤولين في كوبنهاجن في أواخر يونيو وقال دبلوماسيون غربيون أن الاختيار وقع على السعودية لاستضافة جولة المحادثات على أمل إقناع الصين التي تحافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بالمشاركة نطالع من صحيفة الشرق الأوسط أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان وأوقع نحو 54 قتيلا نصفهم قاصرون وقال التنظيم في بيان بثه على تطبيق تيليجرام أن مقاتلا فجر سترته الناسفة وسط حشد كبير من أعضاء وقيادات حسب جمعية علماء الإسلام في خار بشمال غرب باكستان وقال مسؤولنا في إدارة الصحة بإقليم خيبر أن حصيرة القتلى ما زالت مرشحة للزيادة نظرا لوجود نحو 15 شخصا بين المصابين في حالة حرجة نشاهد من صحيفة اندبندنت عربية فيديو لعشرات السيارات القديمة وهي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس ضمن النسخة السادسة عشرة من معرض عبور باريس نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي ان نسخد مخضرات الأمان ونسخدرات الأمان ورد مخضرات الأمان نسخدرات الأمان موسيقى ومع فن الكاريكاتير من صحيفة الرياض موسيقى بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم دمتم في رعاية الله موسيقى 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 موسيقى